اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم تحليل الحديث وفهمي أولا صلة الرحم معنى الرحم وصلة الرحم يعني هلأ سمعنا كلمة صلة الرحم نريد أن نفهم ما معنى الرحم وما معنى صلة الرحم يعني نفهم معنى كلمة رحم وما معنى كلمة صل رحمك وأيضا حكم صلة الرحم أي وعقوبة القاطع يعني نعلم هل هي واجبة هل هي سنة هل هي مستحبة والذي يقطع أقرباءه لا يزورهم ما هي عقوبته وأيضا صور صلة الرحم ما يعين على صلة الرحم يعني ما هي الأفعال التي تقوم بها أو إذا قمت بها تكون قد وصلت رحمك سنتحدث قبل أن نبدأ بالشرح والتحليل عن راوي الحديث الهدف أن أتعرف إلى راوي الحديث أقرأ وأقتدي براوي الحديث راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن عبد الرحمن ابن صخر الدوسي مشهور بكنيته أبي هريرة رضي الله عنه هذا اسمه ونسبه إسلامه قدم من اليمن مسلما في السنة السابعة من الهجرة في عام خيبر ومن صفاته أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم في الكثير من أحواله وحفظ عنه أحاديث كثيرة حتى غدا أكثر الصحابة رواية للحديث الشري وعلمه تفرغ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لنشر العلم ورواية الحديث وقصده الناس لذلك حتى تجاوز عدد من روى عنه 800 راوي وروا أكثر من خمسة آلاف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي رضي الله عنه في المدينة المنورة سنة سبع أو سبع وخمسين للهجرة النبوية عبد الرحمن ابن صخر الدوسي يوسف عبد الحي تفضل إقرأ لنا اسم ونسب أبو هريرة اسمه ونسبه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي مشهور بكنيد أبو هريرة رضي الله عنه إسلامه قدم من اليمن مسلما في السنة السابع من الهجرة عن خيبر تمام بارك الله بك يوسف ننتقل إلى مشاركة أخرى لطالب آخر إن شاء الله رؤى تفضلي أقرأ وأقتدي براوي الحديث هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي قرأنا نحن اسم ونسب وإسلام أبو هريرة تكلمي عن صفاته صفاته لازم النبي صلى الله عليه وسلم في الكثير من أحواله وحفظ عنه أحاديث كثيرة حتى غدا أكثر الصحابة رواية للحديث الشريف علمه تفرغ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لنشر العلم ورواية الحديث وقصده الناس لذلك حتى تجاوز عدد من روا عنه عنه 800 راوي وروا أكثر من خمسة آلاف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفاته توفي رضي الله عنه بالمدينة المنورة سنة 57 للهجرة النبوية أحسنتم بارك الله بكم إذن راوي الحديث أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي سأعيد بعض المعلومات الأهم فالأهم أسلم في السنة السابعة للهجرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أكثر الصحابة رواية روا عنه 800 راوي وروا أكثر من خمسة آلاف حديث وتوفي سنة 57 للهجرة الآن سنعدد بعضا من هدي الحديث الهدف أن أذكر بعضا مما يهدي إليه يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى خصلة عظيمة من خصال الخير قد يغفل الإنسان عنها ولا يلقي لها بالا لانشغاله بعمله واهتمامه بشؤونه الخاصة فيحرم نفسه من الأجر الجزيل والآثار الكريمة وهي صلة الرحم إذن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا في هذا الحديث لكي نحصل على أكبر قدر من الجزاء ومن الثواب ومن الحسنات وذلك من خلال صلة الرحم ويعلمنا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم هي من أعظم أسباب سعة الرزق ومن أمكن وسائل البركة في الرزق كما أن الله عز وجل يكافئ الواصل رحمة بزيادة العمر أو عفوا يكافئ الواصل ورحمه بزيادة العمر والبركة فيه إذن نلاحظ أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا أولا لكسب الأجر والثواب وذلك بزيارة الأقارب وأيضا يوجهنا ويعلمنا أنك إن زرت أقاربك وأحسنت إليهم فإنك ستحصل على سعة في الرزق وطول في العمر سعة في الرزق وأيضا على طول في العمر فما هي الرحم وما معنى صلة الرحم الرحم اسم مشتق من الرحمة وتدل على الرقة والعطف والرأفة ويقصد بها علاقة القرابة فهي تطلق على كل من بينك وبينه قرابة من جهة الرجال أو من جهة النساء إذن اسم مشتق من الرحمة صلة الرحم أي إرحم أقاربك أحسن إلى أقاربك إذن اسم مشتق من الرحمة تدل على الرقة والعطف وصلة الرحم إذن إذا كانت الرحم هي اسم مشتق من الرحمة وهي تعني القرابة من الرجال والنساء فما هي صلة الرحم فصلة الرحم هي الإحسان إلى هذه القرابة والعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم بحسب المستطاع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذن الرحم هي الأقارب وصلة الرحم هي الإحسان إليهم وزيارتهم إذن نقول ما هي الرحم مصطفى الجمعات صلة الرحم هي الإحسان إلى هذه القرابة والعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم بحسب المستطاع تمام إذن الرحم هي اسم مشتق من الرحمة وصلة الرحم هي زيارة الأقارب طيب ما هو حكم صلة الرحم ما هو حكم صلة الرحم الهدف أنا أذكر حكم صلة الرحم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله رواه مسلم حديث صحيح الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله ولكن للأسف للأسف في زماننا الحالي بسبب أموال بسبب الميراث بسبب علاقات اجتماعية قطع الولد أباه وأمه وقطع الشخص أخته أو أخاه وقطع عمه أو خاله أو خالته أو عمته والقرابة هم الأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات والأم والأب والأجداد هؤلاء هم القرابة وبالتالي لا بد من أن تصلهم فحكم صلة الرحم إن الرحم درجات يختلف حكم صلة الرحم بحسب درجة القرابة لكنها واجبة في الجملة وقطعها معصية كبيرة يعني بمعنى يتدرج حكم صلة الرحم حسب درجة القرابة فالأم والأب يعني فرض بمعنى أقرب وأقوى أنواع الواجب والإخوة والأخوات والعمات والخالات وكذلك ولكن بشكل عام حكم صلة الرحم واجب من تركها فقد وقع في المعصية من تركها قاصدا متعمدا فقد وقع في المعصية قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم إذن جريمة عظيمة ألو هي قطع الرحم إذن تحدثنا عن راوي الحديث أبو غريرة ثم تكلمنا عن تعريف صلة الرحم وتعريف الرحم ومعنى صلة الرحم وأيضا تحدثنا عن حكم صلة الرحم وقلنا أنها واجبة بالمجمل وحسن درجة القرابة ترجمة نانسي قنقر